اسم الدرس أنواع العضلات الوحدة جسم الإنسان الموضوع أنواع العضلات الهدف أتعرف أنواع العضلات بجسم الإنسان أتنبه وأبحث تناولت طبقاً بلحم الدجاج أسمي الأعضاء التي أكلتها والأجزاء التي رميتها لكلبي الإجابة أكلت الفغذ والصدر ورميت الجناحين وبقايا العظام لكلبي أتأمل الصور بماذا تتميز أجسام الرياضيين؟ الإجابة تتميز أجسام الرياضيين بي عضلات مفتولة عضلات قوية عضلات بارزة أكتشف جسمي وأقوم بالحركات التالية أفكر كيف تمكن القط من القفز إلى الأعلى واصطياد العصفور؟ أعبر أشرح ما الذي ساعد القط على القفز عالياً واصطياد العصفور؟ الإجابة ما ساعد القط على القفز عالياً واصطياد العصفور قوة قوائمه الخلفية المتكونة من عضلات قوية أجرب وأتثبت النشاط الأول قمت بسباق في القفز مع ترب لي له نفس قامتي للمس غصن من أغصان الشجرة من الذي لمس أعلى غصن؟ لماذا؟ الإجابة من لمس أعلى غصن هو من قام بعملية دفع جيدة لجسمه نحو الأعلى النشاط الثاني أتأمل الطرف السفلي للدجاجة الفخذ ما الذي يكسو العظام؟ الإجابة يكسو العظام العضلات وهي ما نسميه اللحم النشاط الثالث أتحسس جسمي الأطراف العلوية والسفلية الصدر الوجه الرقبة هل أن العضلات التي تغطيه لها نفس الشكل؟ ماذا أستنتج؟ الإجابة العضلات التي تغطي الأطراف العلوية والسفلية ليست نفسها التي تغطي الوجه والرقبة إذن نستنتج أنه يوجد ثلاثة أنواع من العضلات النشاط الرابع النشاط الرابع أحاول ابتلاع قطعة خبز بعد مضغها وأنا منحن إلى الأمام هل أتمكن من ابتلاعها؟ كيف؟ الإجابة نعم، يمكن بلع قطعة خبز ونحن في وضع منحن لأن عضلات الرقبة البلعوم تقوم بدفعها إلى المريء تلقائياً النشاط الخامس أتأمل حضقة عين قط في نور ضعيف ثم في ضوء قوي ماذا ألاحظ؟ أعيد نفس التجربة مع أحد أفراد عائلتي ماذا ألاحظ؟ الإجابة صورة عين قط في حالة الإضاءة الخافتة صورة عين قط في حالة الإضاءة القوية نلاحظ أن عين القط تنغلق، تضيق بصورة لا إرادية عند تعرضها لضوء قوي صورة لحدقة العين مفتوحة ومغلقة نلاحظ أن عين الإنسان تكون مفتوحة بصورة طبيعية طالما لم تعترضها أي إنارة قوية، وفي حال حدوث هذا، فإن الفتحة تتقلص أكثر ما يمكن لتتجنب أي اتصال مباشر بمصدر الضوء ما يمكن استنتاجه بصورة عامة هو أن في العين عضلة دائرية تتحكم في فتحة الحدقة أستنتج ألف العضلات الهيكلية تغطي كامل جسم الإنسان ويتميز جسم الرياضي ب باء عضلات الجسم ثلاثة أنواع عضلات مغزلية عضلات الأطراف العلوية والسفلية عضلات مسطحة عضلات لوح الكتف والصدر والوجه عضلات دائرية عضلة البلعوم والقزحية بالعين الإجابة ألف العضلات الهيكلية تغطي كامل جسم الإنسان ويتميز جسم الرياضي بعضلات قوية باء عضلات الجسم ثلاثة أنواع عضلات مغزلية عضلات الأطراف العلوية والسفلية عضلات مسطحة عضلات لوح الكتف والصدر والوجه عضلات دائرية عضلة البلعوم والقزحية بالعين أطبق النشاط الأول أربط بسهم بين شكل العضلة وموقعها من الجسم عضلة مسطحة عضلة مغزلية عضلة دائرية عضلة دائرية البلعوم النشاط الثاني أكمل بي مغزلية مسطحة عضلة عضلة الإجابة عضلة مسطحة عضلة مغزلية النشاط الثالث أتأمل الصورتين أي العضلات مؤهلة للقيام بحركات كثيفة وقوية؟ أحدد أماكنها في الجسم وأنواعها أيها مؤهلة للقيام بحركات خفيفة؟ أحدد أماكنها في الجسم وأنواعها الإجابة العضلات المؤهلة للقيام بحركات كثيفة وقوية هي العضلات المغزلية المتواجدة بالأطراف العلوية والسفلية العضلات المؤهلة للقيام بحركات خفيفة هي العضلات الموجودة في الجذع مثل عضلات القفص الصدري أثري معلوماتي العضلات نوعان إرادية يتحكم فيها الإنسان وهي كلها هيكلية لا إرادية لا يتحكم فيها الإنسان كالعضلات الجهاز الهضمي الأمعاء المعدة كل العضلات تتكون من لييفيات قادرة على الانزلاق فيما بينها مما يحدث الحركة